تجارب ناجحة ومبادرات قدمتها مملكة البحرين خلال مؤتمر الاستثمار في السياحة المنعقد في سلطنة عمان وبمشاركة إقليمية واسعة يبحث المؤتمر فرصة وتحديات التمويل المستدام في القطاع السياحي المزيد في سياق التقرير التالي مع مراسلنا من مصقاط مؤتمر الاستثمار في السياحة يبحث فرصة وتحديات التمويل المستدام المؤتمر بتنظيم من اللجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة تشارك فيه مملكة البحرين ممثلة بوزارة السياحة مع مجموعة الدول الأعضاء سيكون هناك اجتماع دولي ستصديف المملكة الأردنية الهاشمية ربما في النصف الثاني من عام 2025 سيجمع كل دول أقليم الشرق الأوسط مع كل دول أقليم أفريقيا وسنبحث في السياحة البينية الأفريقية العربية هذا من ناحية أولى ناحية ثانية كان هناك مبادرة من وزيرة السياحة في مملكة البحرين بأن يتم عقد ورشة عمل أيضا ربما في البحرين لبحث إنشاء برامج مشتركة ما بين الدول العربية مملكة البحرين قدمت تجربتها في قطاع السياحة وذلك ضمن جلسات المؤتمر الذي يسعى لتعزيز الوعي بأهمية توجيه التمويل نحو مشروعات سياحية تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي بطرق مستدامة في المنطقة إلى جانب استكشاف الابتكارات والحلول الجديدة في مجال التمويل السياحي في منظمة الأمم المتحدة للسياحة البحرين عضو فاعل وعضو في المجلس التنفيذي وهناك عدد من البرامج والاجتماعات والمشاريع أيضا التي نتفق عليها في المنظمة لتنفيذها في البحرين خلال الأشهر القادمة إن شاء الله سيكون هناك أول مؤتمر دولي في منطقة الشرق الأوسط عن سياحة فن الطهي وهو مؤتمر لنا في المنظمة وتم اختيار البحرين لاستضافته والعام القادم إن شاء الله أيضا سيكون هناك مؤتمر دولي آخر في الاستثمار السياحي أجدة أعمال الاجتماع والمؤتمر خلال اليومين أتاحت فرصة للوفد البحريني المشارك لتبادل الخبرات والأفكار سعيا لتطوير القطاع السياحي بالتغلب على التحديات لا سيما تحديات التمويل وتوليد الفرص وكيفية تعظيم الاستفادة منها منطقة الشرق الأوسط وجهة سياحية عالمية واعدة بما تمتلكه من مقومات طبيعية اقتصادية وحضارية يدعمه توجه دول المنطقة نحو تنويع مصادر الدخل تلفزيون مملكة البحرين أحمد بن بارك الدرمكي سلطنة عمان ترجمة نانسي قنقر